السلام عليكم رحمة الله حياكم الله في هالمقضاء ان شاء الله راح بريكم طريقتين لاستخدام الجوجل شيتس للتسجيل الحضور الطلاب مثلا الحصة او العمل بداية لو نجي الصفحة الاساسية للجوجل شيتس نصعد هنا على تيمبلت قلري بعدين لو ننزل تحت اخر شيء في مكتوب الاتندنس بهذه الطريقة نكون نستخدم قالب متسوى من الجوجل شيتس نفسه تسجيل الحضور والغياب ومثلا لات او الغياب بعذر او بدون عذر طيب هذه الطريقة استخدام القالب الطريقة الثانية اللي هي انشاء جدول بهذه الطريقة بحيث يكون مثلا خمس ايام وطلاب اسماء الطلاب موجودة بعدين نحدد على الجدول بالكامل ونصعد هنا فوق على انسرت نحط مثلا اللي هي لدرب دان او قائمة منسدلة فيضغطنا على درب دان هنا راح نقدر نحدد الخيارات اللي تطلع عندنا فمثلا انا بغى اقول الخيار الاول أتندد اللي هو حضر الخيار الثاني مست الخيار الثالث مثلا ليت متأخر فأتندد باللون الاخضر مست باللون الاحمر وليت خلينا نقول باللون الازرق فالان نضغط دان زي ما تشوفون مثلا هنا اذا حطينا اتندد نكون بالاخضر مثلا اليوم الثاني غاب اليوم الثالث جامت اخر وبهذه الطريقة نقدر نسجل الحضور كل يوم وطبعا في انواع كثيرة من اللي نسويها بنفسنا مثلا او نحط علامات الصح والاخرة لكن انا افضل هذه الطريقة عشان استخدام الالوان يعطيكم العافية على المشاهدة لا تنسون تسوون لايك وسبسكرايب وهذه بعض الشروح اللي ممكن تنفعكم